بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرجع مع الجميلة جيكوري طبعا اليوم بإذن الله راح نتحدث عن CSS طبعا وصلنا إلى مستوى جيد نبدأ الآن في التطبيقات على ما أخذناه بشكل متدرج واليوم أيضا راح نبدأ في التطبيق على ما أخذناه لكن مع تعلم شيء جديد وهو CSS في جيكوري CSS في جيكوري يعتبر مميز جدا التحكم فيه بسهولة محتاج فقط تركيز معين لأنه راح نستخدم فيه كذا طريقة لعرض CSS في جيكوري تعالوا نجيله محررنا خلونا نقول مثلا عندي ديف على سبيل المثال مكتوب فيه I love جيكوري طيب فلنفرض أني بمر على I love جيكوري طيب ومثلا إذا مريت عليها مثلا يعطيني اللون الأحمر النص يصبح إلى اللون الأحمر إذا مريت عليها إذن هنا استخدم حدث اسمه hover وخذناه في المحاضرة السابقة راح نقول عند المرور على ديف راح نقول لها hover بعدها راح نحدد function أغلق function أقواس قوس مأكوف أغلاق إيش راح يسوي؟ هنا نبدأ في CSS راح نقول لها dollar sign def بوضح شغلة الآن بس خلونا نخلص من الأمر راح نقول CSS طيب بهذا الشكل هذا هو CSS طريقة التعامل معها عن طريقة كتابة function CSS المختصة فيها طريقة هذي طيب تكتب العنصر اللي تبتضع لها البيانات أو CSS أو الخصائص من ثم تقول لها CSS أول بارامتر هو نوع الخاصية اللي تبيها مثلا راح أقول لك color ثاني بارامتر القيمة مثلا اللون راح أستخدم hex مثلا FF1234 وممكن تستخدم name وممكن تستخدم RGB ما في أي مشكلة تعالوا نلقي نظرة على اللي عملنا قتلة إذا مرينا على def حول لل def CSS خاصية حول ليه لون إلى اللون الأحمر طيب تعالوا نعمل refresh خلوني أمر عليه أصبح باللون الأحمر refresh أمر عليه باللون الأحمر إذن هذه فائدة CSS أو التعامل معها أنا أقدر من غير التالي ممكن نشيل التالي خلونا نشيل التالي طيب التالي وعند البدء على طول يبدأ على أنها لونها أحمر عند البدء على طول لكن أنا وضعتها على الهوفر عساس نوضح بعض الأشياء هناك نقطة بوضحها السلكتور اللي مختار هنا إذا بتستخدمها داخل function نفسها يعني داخل المكان اللي قاعد تتعامل معها اللي هو التالي من هنا إلى هنا يعني من هنا طيب مع هذا إلى هنا طيب هذا السلكتور اللي بتستخدمه في الداخل مو شرط تكتب اسمه مرة ثانية يعني ممكن تكتب تقوله this بشكل مباشر تقوله this this هذه معناتها تعبر عن السلكتور اللي اخترناه أول واحد طيب إذا أول سلكتور اخترته في هذه الفنكشن هو def هذه معنات this طيب يعني لو بتعمل refresh راح تلاحظ نفس الأمر إذا this هي تعادل أول سلكتور اخترناه للتعامل معه طيب هذا معنات this داخل الأمر طيب مو مشكلة تستخدم this أو def مو مشكلة يعني حتى لو قلت له مثلا class نسميه مثلا test خلونا نضع هنا class اسمه test طيب test راح تلاحظ نفس النتيجة refresh نفس النتيجة هذا بالنسبة لي this هذا النقطة اللي بوضحها طيب فلنفرض بعطي found size بعطي حجم خط يكون 18 أو نقول 20 بيكسل طبعا already بتروح تعملي بهذا الشكل بتروح تقولي found size و بتقولي مثلا 20 بيكسل طيب خلونا نعمل refresh و الروح امر طبعا تم تنفيذه refresh و الروح امر تم تنفيذه ما في مشكلة لكن لاحظ معي لو تستخدم اكثر من خاصية هل معقولة بتنزل تنزل تنزل تعملي بهذا الشكل لا اكيد لا هنا نستخدم طريقة الطريقة هي ازالة اللي بالداخل كله احنا عرفنا الطريقة هذي بهذا الشكل تكتب خاصية فاصلة بعدين تكتب القيمة اللي تبيها اللون ايا كان سواء name او rgb او اشي طيب خلونا ننزلها الطريقة الثانية هي عبارة عن نكتضع علامات الاعتكاف يميني يصار اللي هي shift jim shift dal طيب وتقولها في الداخل double بهذا الشكل double color اللون راح يكون بعدين تحدد تقولها مثلا red او تكتبه بالهكس او اي شيء اذا لاحظ معي بين علامات الاعتكاف استخدم الامر التالي ممكن استخدمه بسطرين بهذا الشكل ما في مشكلة ممكن استخدمها بهذا الشكل لكن خلونا بسطر واحد عساس من ننضح شغله طيب طيب اذا نقلت لك color يساوي red طيب بضيف خاصية ثانية طبعا هنا لما قلنا لها قبل قليل كنا قاعد نقول لها خلونا نرجعي لقبل قليل عساس بس نوضح بشكل اعمق عساس لحد يضيع color وبعدين قلنا لها فاصلة اللون مثلا red هذي الطريقة الافتراضية كنت بتضع خاصية واحدة فقط لكن اذا كنت بيتضع خاصية واحدة فقط تضع مجموعة خصائص هنا تستخدم علامات الاعتكاف بهذا الشكل وتضع الخاصية بين double أو single وتقول لها أن اللي يساويها عن طريق نقطتين فوق بعض اللي هي shift-calf نقطتين فوق بعض يساوي القيمة التالية بضيف خاصية ثانية أقولها فاصلة أضيف الخاصية الثانية font مثلا size أقول لها نقطتين فوق بعض أي بمعنى راح يساوي double مثلا نقول 23 بيكسل طيب طيب بضيف خاصية أخرى أقولها فاصلة أضيف الخاصية الأخرى مثلا background طيب نقطتين فوق بعض راح يساوي مثلا ما عندي لون مخصص بالsingle 9 طيب وبهذا الشكل تقول عن طريق الفاصلة عن طريق الفاصلة لكن لا تنسى نقطتين هذا الشكل الثاني الشكل الأول إذا كانت خاصية واحدة فقط تضعها بشكل مباشر القيمة فاصلة عفوا الخاصية فاصلة القيمة لكن إذا كانت مجموعة خصائص تضعها بين علامات الاعتكاف بالشكل التالي من ثم تقولها double تضع القيمة عفوا اللي هو الخاصية معلش نضيع تقول لنقطتين فوق بعض بمعنى تعادل اللون الأحمر فاصلة لون font size حجم الخط يعادل اللي هو التالية فاصلة راح أضيف أيضا background راح يعادل اللي هو التسعات اللي هو الأسود الفاتح طيب إذا ما تريد ضيف شيء ثاني خلاص لا تضع فاصل آخر شيء لكن لا تنسى علامة الاعتكاف طيب تعالوا نجرب refresh راح تلاحظ أن مريت عليها refresh أول ما أمر عليها كما تلاحظ نفس الناتج اللي طلبنا بهذا الشكل جميل هذه إحدى الفكر يعني وممكن تنزلها عساس لا تضيع تنزلها بهذا الشكل تخليها بهذا الشكل أجمل أنه يكون شكلها بهذا الشكل لا تنسى الفاصلة بهذا الشكل ما فيه مشكلة أنك تخليها بهذا الشكل هذا الشكل أيضا نفس الأمر راح تعمل معاك من غير أي مشاكل معايا نفس النتيجة طيب هذا أولاك تضعها بسطر واحد لكن إذا كنت بتضع مجموعة قيم ضعهم بكذا سطر بهذا الشكل عساس توضح يعني أنه هذه للون هذه للخط وبهذا الشكل ممكن أضعها بطريقة أخرى أشيل هذا كله طيب وروح أضعها في variable أقول له var يساوي مثلا my أو نقول my css يساوي أحطها على أنها صيغة الarray وأقول مثلا color راح يساوي مثلا red على سبيل المثال فاصلة راح أضيف خاصية ثانية مثلا back ground نقطتين طيب مثلا blue على سبيل المثال فاصلة found size نقطتين مثلا راح نقول مثلا 20 طيب فاصلة إذا تبيضيف خاصية أخرى ما بضيف خاصية خصصص أخرى وأجيب الvarable هذا وأضعه هنا بهذا الشكل إذا كنت بتضعها في variable وروحها ما في أي مشكلة طيب refresh راح تلاحظ نفس المتوقعين بهذا الشكل جميل جميل هذا بالنسبة لطرق إضافة إضافة CSS في الجيكوري أتمنى واضحة أمنا عن طريقة واضحة في variable أو دمجها بشكل مباشر أو وضح خاصية خاصية نفس بداية الدرس لكن ما أفضل خاصية خاصية إذا كنت بتضع مجموعة إذا كنت بتضع خاصية واحدة لا بأس من استخدامه وطريقة كنت بتضع مجموعة خصائص استخدم هذه طيقة أو اللي قبلها كم رحمة الله وبركاته